السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة عمل كلون لموقع نوشن. إذن في الفيديو السابق في الفيديو أو الدرس 13 قلت هنا في هذه الجزية بالتحديد قلت بأنه هنا سوف يقوم بالقراءة من ملف ال .inv وهذا خطأ. إني أسف على ذلك هو يقوم بالقراءة من ملف ال الذي اسمه sanctum.php الموجود في مجلد ال وليس ال .inv يعني لو نأتي هنا على فدينا هنا وهنا يمكن أن نقوم بإضافة التعديل في وأكيد نحن سنقوم بالتعديل في ذلك إذن في هذا الفيديو سنقوم بالقاءة نظرة الآن على ممكن هذا الفيديو يكون نظري نوعا ما فهنا سنتجول في الدوكمنتيشن ثم بعد ذلك نقوم باستخدام الفورتيفاي أيضا إذن قمنا من قبل بتجهيز فقط ما زالنا موضوع اللوجيك الخاص بال وكما قلنا سنسميد على الفورتيفاي إذن ميت لارابل وي لارابل احنا بالحتاج نأتي هنا على الفورتيفاي نأتي هنا على إنتروداكشن إذن هي من ناحية الفورنت أند غير متعلقة بأي بريمورك معين ما تستخدم ما تستخدم مثلا بوتستراب ما تستخدم إذن هي بمعنى غير مرتبطة بال وحتى أنها لا تعطينا هي تعطينا اللوجيك الخاص بال إذن هاته هي باختصار إذن هي عبارة عن إذن إذن لوجيك خاص بال أثناء إذن إذا كنت تحتاج لعمل اي إن كان هاته الأشياء الفورتيفاي جاهزة يمكنك استخدامها مباشرة أما من ناحية فليك الحرية المطلقة في اختيار الفورنت أند المناسب لك إذن 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 الفورتيفاي هاته توفر لنا راوت وتوفر لنا كونترولرز جاهزة تحتوي على اللوجيك الذي نحتاجه نحن حتى نقوم ببناء نظام أو ميزة في تطبيقات اللارفل إذن يتوفر لنا اللوجي registrations registrations password resets email verification and more طبعا لدينا أيضا إشياء أخرى توفرها لنا الفورتيفاي سنتضرغ لها After installing الفورتيفاي you may run the route list artisan command to see the routes that الفورتيفاي has registered إذن يعني حتى نرى ما هي الرoute التي توفرها لنا الفورتيفاي ممكن نقوم بتنفيذ الartisan command وهو phpartisan route ثم double colon والذين هنا اللist since fortify does not provide its own user interface كما قلنا يعبر عن front and agnostic authentication backend implementation for laravel than 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 not توفر user interface it means to be paired with your own user interface which makes requests to the routes it registers we will discuss exactly how to make requests to these routes in the reminder of this documentation طبعا سيقوم بإضاءة كيف نقوم بإستخدام هذه ال-package حتى نقوم بإرسال هذه ال-request وعلى عمل ال-authenticate في التطبيق الخاص بنا إذن remember لدينا هنا مبارة النوت fortify is a package that is meant to give you ahead start implementing laravels authentication features you are not required to use it إذن عبارة فقط عن package ممكن تقوم باتخدمها إذا لم تريد أن تقوم بعمل authentication feature من الصفر فممكن تعتمد على fortify لكن هي غير إجبارية you are always free to manually interact with laravels authentication services by following the documentation available طبعا كما نعرف laravel يوفر لنا service خاص بال authentication ممكن أن نعتمد عليها ما هي fortify طبعا تكلمنا عليها لكن هنا ممكن بالتفصيل أو ما دعونا نقرأ ذلك as mentioned previously laravel fortify is a front-end agnostic authentication back-end implementation for laravel إذا كما قلنا يتوفر لنا authentication أو logic الخاص بال authentication وفقط يتوفر لنا logic من ناحية back-end أما من ناحية front-end فلنا الحرية في اختيار أي front-end أو UI نريد fortify registers the routes and controllers needed to implement all of laravel's authentication features كما قلنا أيضا في نهاية توفر لنا مجموعة من الرoutes والcontrollers الجهزة التي يمكن أن نقوم باستخدامها أو من بين هذه الرoutes أو من بين هذه features لذين login registrations لذين password reset email verification and more you are not required to use fortify in order to use laravel's authentication features you are always free to manually interact with laravel's authentication طبعا هذا تكلم نا عليه if you are new to laravel you may wish to explore the laravel breeze طبعا لدينا أكثر من package نحن لإستخدام أو لعمل implement لال authentication features في laravel لدينا مثلا laravel breeze فاتي عبارة starter kit before attempting to use laravel fortify فهن هنا يعني هو يقوم بعمل recommendation أنه إذا كنت جديد في laravel فابدأ ب laravel breeze ثم بعد ذلك قم باستخدام أو تجربة أو استكشاف ما هي laravel fortify إذن ما هي laravel breeze provides authentication هي أيضا في نهاية عبارة عن package يمكن أن نقوم باستخدامها ويمكن ألا نقوم باستخدامها وأنا لم أستخدمها لحد that includes a user interface إذن هذه عكس الفورتي هذه تعطينا اللوجيك من ناحية الباك وإيضا تعطينا UI أو user interface و user interface معمول بال tailwind css فمثلا إذا كنت تستخدم أو لا تعرف ما هو tailwind css وتستخدم ال bootstrap إذن laravel breeze ممكن ليست المناسب لك unlike fortify breeze publish its route and controllers directly into your application إذن عتي مباشرة تقوم بإضافة route and controllers and UI this allow you to study and get comfortable with laravel authentication features before allowing laravel fortify to implement these features for you إذن كان نصيحة أنك لا تبدأ ب laravel fortify إذا ما كنت جديد أما إذا كانت لك خبرة في laravel تعاملت مع laravel أيضا تعلمت ال authentication features الخاصة بlaravel التي تتيب مع laravel فأنت الآن ممكن تقوم بإستخدام هذه ال packages laravel fortify essentially takes the route and controllers of laravel breeze إذن الفورتي فا هذه معمولة من laravel breeze قامت فقط بأخذ الرoute وال controller فقط قامت بإشارة UI وأصبحت agnostic فالآن لك الحرية أنك تستخدمها مع أي front end تريد أنت الآن غير مجبر أنك مثلا تتعلم tailwind ss ومثلا تتعلم react تتعلم view لديك fortify التي تقوم بتجهيز لك اللوجيك الخاص بالauthentication من ناحية front end تقوم بإستخدام ما تشاء أو ما تسقن ه أنت إذن when should I use fortify مت نقوم أو ينبغي استخدام fortify you may be wondering when it is appropriate to use laravel fortify first if you are using one of laravel الapplication starter kit هاتي مثل laravel breeze أو jet stream مثلا you don't need to install laravel fortify since all of the laravel's application starter kit already provide a full authentication implementation طبعا إذا كنت تستخدم أحد هاتي الpackages هنا أو هاتي starter kit ف تستبي حاجة أصلا إلى fortify فكلهم يعملون نفس الوظيفة وهو توفير لنا authentication implementation في مشروع laravel الخاص بنا if you are not using application starter kit مثل ال breeze والجد سليم عسابين مثل والapplication الخاص بنا يحتاج إلى authentication features you have two options لدينا two options أو خياران الخيار الأول هو أن manually implement your applications features authentication features إما نقوم بعملها من الصيف اليدوية نحن بأنفسنا أو ممكن نستخدم الأسهل والسري وهو fortify if you choose to install fortify your user interface will make requests to fortify authentication routes إذن نحتاج من UI عندنا مثلا استخدم view أو استخدم react إذن أحتاج أن أقوم بعمل request على routes التي توفرها لنا fortify والroute بدوره سيقوم باستدعاء الميثود المناسب المعرفة في controllers المرتبطين في إذا أردنا الخيار الأول أن نقوم بعمله manually طبعا ستحتاج أن تقوم هنا تعلم authentication الخاص ب Laravel password reset email verification وإلى ماذا Laravel fortify and Laravel sanctum طبعا نحن نقوم باستخدام هم معا كما سنرى fortify و sanctum هي ليست منافسة لبعض البعض أو الواحد منهم يحاول استبدال آخر لكنهم يمكن أن يشتغلوا معا كما قلنا سابقا Laravel sanctum هو فقط آلية في أننا نتعامل مع و أيضا نقوم بهاندل هال هؤلاء مثلا الذين يقوموا بعمل ركوست هل هم امنا إذن هما هو فقط يتأكد أو طريقة للتأكد أما فهو الذي يوفر لنا اللوجيك الخاص بال كأن نقوم بعمل كأن نقوم بعمل رجيسر نقوم بعمل لكن لا يعمل هاته أشياء هو فقط يتأكد من الهوية الخاصة إذن Laravel Sanctum is only concerned with managing API tokens and authenticating existing users using session cookies or tokens إذن هاته وظيفة السنكتم يقوم بإدارة API tokens أو هل هؤلاء الـ users معمول لهم authenticate أم لا هل هو مصرع لهم أم لا إما بيستخدام session cookies أو عن طريق التو tokens Sanctum does not provide any route إذن السنكتم لا يعطي نا أي route حتى نقوم بمعالجة مثلا الـ user يريد أن يقوم بإنشاء عضوية جديدة أو يقوم بعمل password reset هاته الأشياء لا يعفرها السنكتم إذا إذا you are attempting to manually build the authentication layer of an application that offers an API or serves as the backend it's entirely possible that you will utilize both هاته هي الكازن التي نحن فيها إذن نحن لدينا single page application إذن سيكون لدينا API سنحتاج أن نقوم بعمل manage الـ API tokens الخاصة بنا وفي نفس الوقت نحتاج إلى system لكي يقوم بعمل الآن فهنا سنقوم بإستخدم كل من في أنه يقوم بعمل manage وعيضا هل هؤلاء لعمل هذا وفي نفس الوقت نقوم بتوفير في موقعنا أن يقوم بعمل password ريس اميل او هاته الجزية سيقوم بعملها الفورتي فاي إذن كما نلاحظ هنا هاته مسؤول عنها أما اللارفل سانكتوم هذين هنا ال اي بي آي توكن مانجمينت وأيضا السيشن اوثنتيكيج 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر